بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله الجلسة الاعتيادية الخامسة لمجلس الوزراء الثلاثاء الموافق 30 كانون الثاني 2024 وافق مجلس الوزراء على اعتماد يوم 27 من شهر رجب الأصب يوماً للقرآن الكريم وذلك بمناسبة المبعث النبو الشريف والإسراء والمعراج ليكون العراق هو البلد الأول الذي يثبت هذا اليوم في المفكر السنوية ضمن الأيام الوطنية والإسلامية والاحتفاء بالقرآن الكريم من خلال نشر تعاليمه وآياته المباركة في عموم المحافظات قرر مجلس الوزراء تخويل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السيد فؤاد محمد حسين صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاق الشراكة والتعاون بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة المتحدة استناداً إلى أحكام الدستور وأعداد وزارة الخارجية وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق للسيد وزير الخارجية وفقاً للسياقات المعتمدة ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل استحصال توقيع السيد رئيس مجلس الوزراء مع مراعاة ما جاء في الملحوظات التي أبداها مجلس الدولة في مشورته القانونية وآراء الوزارات والجهات ذات العلاقة وملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وأقر مجلس الوزراء تخويل السيد وزير الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة صلاحية توقيع العقد بشأن مشروع مدينة علي الورد السكنية مع مجموعة الشركات المتحدة المنفذة للمشروع والإعاز إلى الهيئة الوطنية للاستثمار بإصدار إجازة الاستثمار الخاصة بالمدينة المذكورة آنفاً وأقر مجلس الوزراء زيادة نسبة الاحتياط لمقاولة إنشاء طريق الحج البري المرحلة الأولى بطول خمسين كيلو متراً أحد مكونات مشروع إنشاء طريق الحج البري بطول ميتين وتسعة وثلاثين كيلو متراً على مراحل المدرج ضمن جداول الموازنة الاستثمارية لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة دائرة الطرق والجسور لعام الفين وثلاثة وعشرين لتصبح أربعة وثلاثين فاصل تسعة بالمية بدلاً من عشر بالمية من مبلغ العقد وضمن الكلفة الكلية للمشروع أمر غيار رقم أربعة للمقاولة المذكورة آنفاً وافق مجلس الوزراء على ما يأتيه واحد زيادة نسبة الاحتياط لمشروع إنشاء محطة نينوى لنقل المسافرين لتصبح ثلاثة وثلاثين فاصل واحد وستين بالمية بدلاً من اثنين وعشرين فاصل ثمانية بالمية بعد التقريب اثنياً زيادة الكلفة الكلية للمشروع المذكور آنفاً بمقدار اثنياً مليار ستمية وتسعين مليون دينار وخمسمية وتسعين ألف وثمانمية واثنين ديناراً ليصبح واحد وثلاثين مليار وتسعمية وثلاثة مليون واربعة عشر ألف وثمانمية وأربعة وثمانين ديناراً بدلاً عن 29 مليار و215 مليون و424 ألف و82 ديناراً بنسبة زيادةٍ على الكلفة المقرة 27.61% وعلى الكلفة المعدلة 9.21% وأقر مجلس الوزراء مشروعي إكمال مستودع الناصرية الجديد والأبنية المدرسية النموذجية بتمويل من الاتفاقية الصينية استناداً إلى أحكام المادة ثنياً المحور الثاني الاتفاقية الصينية من قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 13 لسنة 2023 بحسب طلب وزارة المالية وافق مجلس الوزراء على ما يليه زيادة الكلفة الكلية لمشروع تشييد وتأهيل شبكات كهرباء الرفاعي الفجر القلعة بمقدار 821 مليون و621 ألف دينار لتصبح الكلفة الكلية 3 مليار 706 مليون 621 ألف دينار أي ما يمثل نسبة 28.4% على الكلفة المعدلة ونسبة 35% على الكلفة المقرة وتتحمل محافظة الذيقار صحة المعلومات المقدمة إلى وزارة التخطيط وأقر مجلس الوزراء ما يأتي الموافقة على الخيار الأول المثبت في كتاب وزارة التخطيط المؤرخ في 26 كانون الأول 2023 بشأن أمري الغيار 3 أو 4 لمشروع مجاري الديوانية وتخويل السيد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط الصلاحيات المالية لتنفيذ المقترح الذي يتم أقراره استثناء من قرار مجلس الوزراء المرقم 23.1713 لسنة 2023 وتتحمل وزارة الإعمار والإسكان والبلديات أيّة مخالفة وصحة البيانات المرسلة إلى وزارة التخطيط ومسؤولية الأسعار والمواصفات كونها الجهة المختصة وافق مجلس الوزراء على ما يأتي 1. زيادة نسبة الاحتياط لمكون مشروع تنفيذ البنى التحتية للمتبقي من المشراق الجديد بنسبة 14.3% لتصبح 24.6% بعد التقريب بدلاً من 9.9% أحد مكونات مشروع أعمال البنى التحتية لمناطق مركز محافظة البصرة بعدد 17 وضمن الكلفة الكلية للمشروع 2. التأكيد على محافظة البصرة بتوخ الدقة في إعداد جداول الكميات للمشاريع مع الأخذ بعين الاهتمام التوسيعات المستقبلية للمنطقة لازدياد السكن وإضافة شوارع جديدة خصوصاً إن المشروع موضوع البحث مدرج عام 2019 وخاضع للضوابط الملحقة بتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 3. تتحمل محافظة البصرة المسئولية ودقة وصحة المعلومات المبينة في كتاب وزارة التخطيط المؤرخ في 17 كانون الثاني 2024 وفي جانب متابعة المشاريع الخدمية في المحافظات أقر مجلس الوزراء ما يأتي 1. زيادة نسبة الاحتياط لمكون الإشراف على تنفيذ مشروع المجاري في أقضية الشرقات وبيجي وحي القادسية في تكريت لتصبح 17.81% بدلاً من صفر 2. زيادة كلفة مكون الإشراف على تنفيذ مشروع المجاري في أقضية الشرقات وبيجي وحي القادسية في تكريت بمقدار 2.157.932.817 دينار لتصبح بمقدار 14.641.932.817 دينار أي بنسبة 17.3% 3. زيادة الكلفة الكلية لمشروع تنفيذ شبكات مجاري مياه الصرف الصحي والأمطار مع محطات الرفع والضخ للصرف الصحي والأمطار مع محطات المعالجة بعدد خمسة للأقضية الطوز وبيجي وبلد والشرقات وتكريت وحي القادسية مع إعداد دراسة وتصاميم وتنفيذ محطات المعالجة في بيجي والشرقات بمقدار 2.157.932.817 دينار لتصبح 562.348.401.248 دينار أي بنسبة زيادة 12.61% على الكلفة الكلية المقرة ونسبة زيادة 0.39% على الكلفة الكلية المعدلة وأقر مجلس الوزراء ما يأتي زيادة نسبة الاحتياط لمقاولة مشروع إنشاء بناية الأقسام الدراسية لكلية التمريض في الفلوجة المدرج مكوناً ضمن مكونات مشروع تصميم وتنفيذ بناية كلية التمريض لجامعة الفلوجة بكلفة كلية 10 مليار دينار بمقدار 21.3% لتصبح بمقدار 35.2% بدلاً من 13.86% ضمن الكلفة الكلية للمشروع الرئيس مع الأخذ بعين الاهتمام أوامر الغيار كافة التي تم إصدارها من محافظة الأنبار وتتحمل المحافظة مسؤولية البيانات المقدمة كافة إلى وزارة التخطيط عند مرحلة الإدراج وتجزئة المشروع عند الإحالة ويتم تثبيت المخالفة على محافظة الأنبار بشأن ما جاء في المخالفات المثبتة في كتاب وزارة التخطيط المؤرخ في 21 كانون الثاني 2024 وأقر المجلس توصية المجلس الوزاري للاقتصاد المرقم 24.018 بحسب الآتي 1. الموافقة على إعفاء أصحاب مزارع الأسماك المتعاقدين وفقاً للقرار 995 لسنة 1985 من بدلات الإيجار للسنوات ما بعد 2019 لغاية 31 كانون الأول 2023 وبنسبة 50% 2. استثناء أصحاب مزارع الأسماك من الإعفاءات للسنوات التي تم تعويضهم عنها بسبب الأضرار التي لحقت بمزارعهم بحسب ما مثبت في كتاب وزارة الزراع المؤرخ في 21 كانون الأول 2023 3. تولي وزارة الموارد المائية أخذ الإجراءات اللازمة 4. لتحديد مزارع الأسماك ذات الحصة المائية غير المستدامة 5. بالتنسيق مع وزارة الزراعة 6. لغرض إنهاء العقود النافذة 5. أقر مجلس الوزراء 6. توصية اللجنة المؤلفة بموجب الأمر الديواني 22449 6. بشأن مقترح إنشاء مركز إدارة بيانات الأراضي 7. بحسب كتاب وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة 8. المؤرخ في 11 تشرين الثاني 2023 8. وتتولى وزارة الموارد المائية استكمال إجراءات التأسيس 9. ومتطلبات العمل 9. كما تستمر اللجنة بالإشراف على المشروع إلى حين إكماله 10. وفي المجال الخدمي 10. وافق مجلس الوزراء على ما يأتي 1. استحداث مكون الأعمال التكميلية لمحطة معالجة مدينة بلد ميم 2 في محافظة صلاح الدين مع تجهيز وتنفيذ وتشغيل وصيانة ميم 2 لمحطة المعالجة بكلفة كلية تبلغ 14 مليار 451 مليون 935 ألف وخمسمية واربع وستين ديناراً بضمنها مبلغ الاحتياط 7% والإشراف والمراقبة 2. زيادة مبلغ الاحتياط 12 مليار ومية وتسعة وثمانين مليون وخمسمية وخمسة وتسعين ألف وثلاثمية وواحد وتسعين ديناراً لتصبح نسبة الاحتياط 100.5% بدلاً من 7% 3. زيادة كلفة المكون بنفس مقدار الزيادة في مبلغ الاحتياط 36 مليار وستمية وواحد واربعين مليون وخمسمية وثلاثين ألف وتسعمية وخمسة وخمسين ديناراً بدلاً من 14 مليار واربعمية وواحد وخمسين مليون وتسعمية وخمسة وتلاثين ألف وخمسمية واربع وستين ديناراً لنسبة زيادة 84.34% بعد التقريب أربعة زيادة الكلفة الكلية لمشروع مجاري بلد ميم 2 بمقدار 12 مليار وتسعمية وثلاثة وخمسين مليون ومية وثمانين ألف وميتين وتسعة واربعين ديناراً لتصبح 37 مليار وتسعمية وثلاثة وخمسين مليون ومية وثمانين ألف وميتين وتسعة واربعين ديناراً بدلاً من 25 مليار ديناراً وبنسبة زيادة مقدارها 51.81% على الكلفة الكلية خمسة تتحمل وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة المديرية العامة للمجاري صحة المعلومات المرسلة إلى وزارة التخطيط ومسؤولية الأسعار والمواصفات 6. النظر بالمخالفة المؤشر على وزارة الإعمار والإسكان وذلك لقيامها بإحالة الأعمال التكميلية دون مفاتحة وزارة التخطيط 7. وتزويدها بمتطلبات الإدراج لغرض تحديث الكلفة الكلية واستحصال الموافقات الأصولية 8. وفي مجال تسهيل عمليات الدفع الألكتروني وتنظيمها وافق مجلس الوزراء على ما يأتي 1. يتحمل القابض عمولات الدفع الألكتروني من القطاعين الخاص والعام ولا يتحمل الدافع أي عمولات للدفع الألكتروني 1. وتقوم الحكومة بتعويض نسبة 50% من عمولات الدفع الألكتروني التي يدفعها القابض 2. التاجر أو صاحب العمل وجهات القطاع الخاص كافة 3. على أن يتم استخدامها في دفع التزامات القابض للدولة بالدفع الألكتروني حصرا 4. كتجديد الرخص ودفع الضرائب والقمارك والرسوم والأجور البلدية وأجور الكهرباء وكل ما بدمته للدولة 5. ولا يمكن استردادها نقدا في أي حال من الأحوال 6. تحديد عمولات الدفع الألكتروني كافة بنسبة مئوية يقررها البنك المركز العراقي 6. وبحد أعلى من العمولات تقف عند مبلغ عمولة يقرر قيمتها البنك المركز العراقي لكل من القطاعين العام والخاص 7. وما زاد عن ذلك بدون عمولات 8. وحد أدنى يُعفى من العمولات أيضا 9. إعفاء التعاملات الصغيرة في القطاعين العام والخاص من العمولات 9. لغاية سقف يحدده البنك المركزي العراقي 10. تستمر نفاذية العقود الموقعة بناء على ما جاء بقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالدفع الألكتروني 10. وبالأخص قراري مجلس الوزراء 23.044 و23.620 لسنة 2023 بين مؤسسات الدولة وشركات الدفع الألكتروني 11. لغاية 31 كانون الأول 2024 12. وللمؤسسة المتعاقدة تقديم طلب مسبب للبنك المركز العراقي 12. في حال رغبتها بعدم التمديد لاستحصال الموافقة بذلك 14. يعاد تقويم القرار في ضوء نتائج التطبيق قبل نهاية هذا العام 2024 5. ينفذ هذا القرار بدءا من 1 آذار 2024 وفي الملف الخدمي وافق مجلس الوزراء على ما يأتي 1. قيام وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة المديرية العامة للمجاري 6. بفصل الأعمال المتبقية للأحياء البالغ عددها 42 حياً 7. من أعمال المقاولة 7. ولكامل المشروع وتضمينها ضمن مقاولات أعمال التأهيل 8. باستثناء الأحياء التي جرت المباشرة بها 8. والبالغ عددها 7 أحياء 9. المنفذة أعمال تأهيلها ضمن برنامج الأمن الغذائي لمحافظة الديوانية 10. قيام الشركة المقاولة بإكمال أعمال محطة المعالجة والخطوط الناقلة الرئيسية 11. وخطوط الدفع لكون الأنابيب مجحزة بنسبة 100% 13. المضي بإجراءات فصل أعمال محطات الرفع بمقاولة منفصلة 14. وفقاً لقرار المجلس الوزاري للاقتصاد المرقم 23167 14. تنفيذ أعمال الأحياء الإضافية بمقاولة منفصلة 15. وفقاً لقرار المجلس الوزاري للاقتصاد المرقم 23167 15. ووافق مجلس الوزراء على ما يأتيه 1. تحديث كلث مكونات عدد خمسة من ضمن مشروع إكساء طريق رئيس ومحلات سكنية المدرج ضمن جداول الموازنة الاستثمارية لأمانة بغداد لعام 2023 نتيجة دمج أعمال الإكساء وشبكات الماء للمكونات المحلات 627 639 641 وإحالتها للتنفيذ دون مفاتحة وزارة التخطيط لتحديث كلث هذه المكونات قبل الإحالة إضافة إلى الإحالة بأعلى من الكلفة التخمينية لمكون محلة الرشاد 774 خارج صلاحيات جهة التعاقد البالغة 10% وتحديث الكشوفات التخمينية لمكون شارع أبي محد المهندس من أم الطبول لغاية الصلاة بالاتجاهين بحسب تفاصيل الجدول المثبت في كتاب وزارة التخطيط المؤرخ في 21 كانون الثاني 2024 ثنياً زيادة الكلفة الكلية للمشروع المذكور آنفاً لتصبح 160 مليار و582 مليون و445 ألف و140 ديناراً بدلاً من 142 مليار و3 مليون و417 ألف وخمسمائة ديناراً بنسبة 21.88% على الكلفة المقرة وتغيير اسم المشروع ليصبح إكساء طريق ومحلات سكنية مع تنفيذ شبكات ماء للمحلات ستمية وسبعة وعشرين ستمية وتسعة وثلاثين ستمية وواحد واربعين الثلاثة تغيير اسم مكون شارع أبو محد المهندس من أم الطبول لغاية الصلاة بالاتجاهين ليصبح تأهيل طريق شارع أبو محد المهندس الدولي المرحلة الأولى أربعة رفع المكونات التالية من مشروع تطوير وتأهيل شبكات الماء والمصافي المتهالكة للأحياء السكنية المدرج ضمن جداول الموازنة الاستثمارية لأمانة بغداد لعام الفين وثلاثة وعشرين بسبب دمجها مع المشروع المذكور في الفقرة الأولى آنفا وتخفيض الكلفة الكلية للمشروع لتصبح ثمانية وثلاثين مليار وثلاثمية وثمانية وستين مليون وتسعمية وثمانية وثمانين ألف وخمسمية واثنين وتسعين ديناراً بدلاً من اثمانية واربعين مليار واربعة واربعين مليون وتسعمية وثلاثة وعشرين ألف وستمية وخمسة وعشرين ديناراً أليف تجهيز وتمديد أنابيب ديكتايل للماء الصافي لتجديد شبكة المحلة ستمية وسبعة وعشرين باء تجهيز وتمديد أنابيب ديكتايل للماء الصافي لتجديد شبكة المحلة ستمية وثلاثين جيم تجهيز وتمديد أنابيب ديكتايل للماء الصافي لتجديد شبكة المحلة ستمية وواحد واربعين خمسة تثبيت المخالفة بحق أمانة بغداد نتيجة قيامها بتغيير وصف وكلف المكونات للمحلات السكنية ستمية وسبعة وعشرين ستمية وتسعة وثلاثين وستمية وواحد وأربعين وإحالتها للتنفيذ بأعلى من كلفها التخمينية وإحالة المحلة سبعمية وأربعة وسبعين الرشاد خارج صلاحية رئيس جهة التعاقد بصلاحية مجلس الوزراء المجلس الوزاري للاقتصاد بأكثر من عشر بالمية دون مفاتحة وزارة التخطيط لاستحصال الموافقات الأصولية وفي مجال متابعة تنفيذ المشاريع الصحية والمستشفيات أقر مجلس الوزراء ما يأتي واحد زيادة نسبة الاحتياط لمكون تصميم وتنفيذ مستشفى لفضيلية سعة ميتيان سرير بنسبة واحد فاصلة تسعة وستين بالمية من مبلغ العقد الذي يمثل مبلغا مقداره مليار ستمية وثلاثة وعشرين مليون وتسعة عشر ألف دينارا لتصبح بنسبة أربعة وثلاثين فاصلة سبعة وسبعين بالمية بدلا من ثلاثة وثلاثين فاصلة ثمانية بالمية وتكون الكلفة الكلية المعدلة للمكون بعد الزيادة بمقدار مية واثنين وثلاثين مليار وميتين وستين مليون ستمية وتسعة وتسعين ألف دينارا بدلا من مية وثلاثين مليار ستمية وثلاثين مليون ستمية وثمانين ألف دينارا اثنيا زيادة نسبة الاحتياط لمكون تصميم وتنفيذ مستشفى الشعب سعة ميتين سرير بنسبة ثلاثة فاصلة خمسة وسبعين بالمية من مبلغ العقد الذي يمثل مبلغا مقداره ثلاثة مليار وستمية وثمانية مليون وميتين وخمسين ألف دينار لتصبح بنسبة أربعة وعشرين فاصلة ثمانية وخمسين بالمية بدلا من عشرين فاصلة ثلاثة وثمانين بالمية وتكون الكلفة الكلية المعدلة بمقدار مية واثنين وعشرين مليار وستمية وعشر مليون ستمية وخمسين ألف دينار بدلا من مية وتسعة عشر مليار واثنين مليون وأربعمائة ألف دينار ثلاثة زيادة نسبة الاحتياط لمكون تصميم وتنفيذ مستشفى الحرية سعة أربعمائة سرير بنسبة اثنيا فاصلة ثمانية وستين بالمية من مبلغ العقد الذي يمثل مبلغا مقداره أربعمليار ستمية وسبعة وعشرين مليون مية وتسعة وثلاثين ألف وستمائة دينار لتصبح بنسبة اثنين وعشرين فاصلة خمسة بالمية بدلا من تسعة عشر فاصلة ستة وثمانين بالمية وتكون الكلفة الكلية المعدلة بمقدار ميتين وستعاش مليار ستة مليون وستمية وسبعة وعشرين ألف وستمائة دينار بدلا من ميتين وحدعاش مليار وثلاثمية وتسعة وسبعين مليون واربعمية وثمانية وثمانين ألف دينار أربعة زيادة الكلفة الكلية للمشروع الرئيس تصميم وتنفيذ مستشفيات عدد ثلاثة الشعب الافضيلية ميتين سرير والحرية أربعمية سرير وتطوير مستشفى النعمان ألفين وحدعاش بمقدار تسعة مليار وثمانمية وثمانية وخمسين مليون وأربعمية وثمانية ألف وستمائة دينار نتيجة احتساب أوامر الغيار الجديدة للمستشفيات الثلاثة الناتجة عن إضافة محطة المعالجة زائد محطة الرفع زائد تبديل منظومة التبريد زائد شاشات العرض لتصبح الكلفة الكلية للمشروع الرئيس بعد الزيادة بمقدار خمسمية وخمسة وخمسين مليار وثمانمية وتسعة عشر مليون وتلاثمية وتسعة وتسعين ألف وتسعمية وستة وخمسين دينارا بدلا من خمسمية وخمسة واربعين مليار وتسعمية وستين مليون وتسعمية وواحد وتسعين ألف وتلاثمية وستة وخمسين دينارا وبنسبة زيادة 11.9% على الكلفة المقرة ونسبة زيادة 1.8% على الكلفة الكلية المعدلة للمشروع خمسة تتحمل اللجانة التي أعدت ودققت جداول الكميات لأمر الغيار في محافظة بغداد ووزارة الصحة كامل المسؤولية عن دقة البيانات والأسعار والمواصفات المعتمدة في جداول الكميات التي أعدت الخاصة بإضافة محطة المعالجة المركزية ومحطة الرفع والمسؤولية عن تحديد سعة محطة المعالجة المركزية المطلوبة كون الشركة الاستشارية المشرفة على المشروع مدار البحث والمكتب الاستشاري في المحافظة أخلت مسؤوليتهما من الجوانب القانونية والعقدية وتمت المصادقة على الجوانب الفنية فقط كون العقد ينفذ بإسلوب تسليم المفتاح وأقر مجلس الوزراء توصيات الجهة المختصة في وزارة الصناعة والمعادن دائرة التطوير والتنظيم الصناعي استنادا إلى أحكام قانون حماية المنتجات العراقية رقم 11 لسنة 2010 المعدل بحسب الآتي واحد فرض رسم قمرقي أضافي بنسبة 60% من وحدة قياس منتج الأكياس البلاستيكية المطبوعة وغير المطبوعة مختلف القياسات المستورد إلى العراق من الدول والمناشئ كافة لمدة أربع سنوات بدون تخفيض ومراقبة السوق المحلية خلال مدة تطبيق الرسوم القمرقي الإضافية اثنياً قيام وزارة المالية الهيئة العامة للقمارق بتطبيق الرسم القمرقي الإضافي للمنتج المذكور آنفاً وإشعارها وزارة الصناع والمعادن دائرة التطوير والتنظيم الصناعي إشعاراً دورياً عن كمية استيرادات العراق من المنتجات المذكورة آنفاً وقيمة الرسوم القمرقي الإضافية التي تجبى على المستورد من المنتج الأجنبي وقيمة المستورد وبلد التصدير والجهات المستوردة له ثلاثة مراعاة وزارة الصناع والمعادن ما يأتي مقدار الزيادة في الاستيرادات مقارنة بالسنوات الثلاث السابقة للوقوف على مدى وجود زيادة غير مبررة وبيان قدرة الشركات الشاكية على سد حاجة السوق بما يضمن عدم تضقهم الأسعار وتحديد أهمية الحماية المطلوبة بالنسبة للاقتصاد الوطني أربعة تدقيق الجهات الرقابية الآثار الناجمة عن فرض حماية قمرقية إضافية على المنتج المستورد وأن ينفذ هذا القرار بعد 120 يوماً من تاريخ إصداره شكراً ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر